اشتركوا في القناة مشكلتنا الأساسية بتتلخص بكلمتين اللي هم قاعدة الإنتاج احنا عم نتدمر وعم نقول انه احنا عم نلف ومنلف في حلقة ما عم بيتغير مسارها عم نشعر انه احنا في برغي في مكينة عم بتلف وما حد متجرق يكسر مسار هاي الدائرة ما حد متجرق يغير المسار اللي عم بعيش فيه والمطرح اللي هو موجود فيه ايش يعني عم بتلف بمطرحها احنا منقول انه اهلينا حددوا اختياراتنا المجتمع كبتنا حطنا في مصار احنا مش راضين عنه في سيرورة خلتنا نحس انه احنا في مطرح لازم نغيره وللأسف ما عم نغيره الناس عم تلبس اقنعة ماء لها حدود كلنا عم نلبس اقنعة وللأسف عم نلبس ولادنا هاي الاقنعة مجرد انه احنا عم نطرح افكارنا هي هي قدامهم مجرد انه احنا مش عم نسعى نغير طريقتنا واسلوبنا في الانتاج ولادنا تلقائيا عم ينسخونا وينسخوا حياتنا وينسخوا افكارنا ليش بينسخونا؟ لان هم جمهورنا الولد والبنت جمهورهم امهم وابوهم بالمدرسة بالجامعة جمهور استازنا عنده جمهور هون في هذا المسرح في قدامنا جمهور المشكلة صفت انه احنا عم نقدم نفس الافكار عم نجتر الافكار عم نعيد خلق الناس نفسها وتطين نفسه هذا الفكر اللي احنا عم نجتره هو عبارة عن خطاب موروث جاهز مريح مريح ايش هو هذا الفكر؟ من وين جاي؟ هذا الفكر جاي من الشخص اللي حامل المايكروفون من البرفورمر من الام والاب اللي قدامهم هدول الجمهور احنا اذا بنا نفكر لازم نتطلع ونشوف مين قدامنا بطل قصتنا ولحتى نبدأ ان التغيير لازم نبدأ في نفسنا نحمل المايكروفون تابعنا ونكون احنا ابطال قصتنا قبل كم سنة كنت عم بمرق في مشكلة كانت مشكلة صعبة شوي كنت حاسة انه انا عم بمشي وبغرق في بحر من طين هذا بحر الطين كان عميء كتير كنت حاسة اني انا في اي لحظة رح اوقع فيه كنت حاسة اني انا عالقة فيه وما كنت قادرة الاقي التوازن دورت على سبب اتوازن فيه فكرت ايش فيه اشي في حياتي ممكن يعطيني التوازن وانا في بحر الطين فكرت حوالي قلت اوكي انا هلا عم بشتغل وفيه عندي شغل امامي اللي دخل شهري وهذا الشغل بدي اعتبره العصاي اللي رح اتوازن فيها في بحر الطين رغم انه هاي الخشبة او هاي العصاي فيها شنتير ونتوقات وعم بتنزل الدم من ايدي رغم هذا الوجع من تمسكي في السبب اللي عم بيخليني اتوازن الا اني اقدرت اطلع من الازمة اللي انا كنت فيها بعد بحست انه طيب انا توازنت وكل شي تمام فكرت انه انا في مطرح تاني في الحياة في مسار تاني في الحياة في وجع تاني في طين تاني ما بدي ادور على خشبة وانا بدي الاقي سبب من جواي يعطيني التوازن لانه بهديك الفترة كان الشغل هو هاي الخشبة بفترة تانية ممكن الخشبة هاي تكون شخص شريك صديق حبيب أب أم أخت شغل مصاري اي اشي تاني وانا ما بدي اركن على اشي لانها رح تظلها خشبة ورح تظل تجرح لي ايدي من هديك اللحظة قررت اني انا ازرع شجرة جواي وأطول التوازن من داخلي ليه؟ لأنه بكل بساطة بدي اكون انا بطلة قصتي قديش احنا صعب نتحايل على حالنا قديش صعب نشوف حالنا من بعيد قديش صعب نكذب على نفسنا ونقول انا بدي انصح حالي وأعمل في نصيحتي لنفسي متل ما مننصح غيرنا ومنتفلسف على غيرنا فلسفتنا على غيرنا كتير أجرأ من فلسفتنا على حالنا انه احنا نقدم نصايح اللي حوالينا كتير أسهل علينا انه احنا ننصح حالنا لأنه قد ما نصحنا حالنا ما رح نسمع حالنا منيح كي بدي اطلع على حالي من بعيد هذا السؤال ضل ملازمني فترة كتير طويلة وحسيت انه انا لازم ألاقي اجابة لهذا السؤال لحد ما مرة كنت عم بدور في غرفتي وبعزل فيها وبرتب في دروجي وورائي لقيت صورة للي وانا صغيرة وانا عاملة هيك طلعت على الصورة هاي وقلت يا الله البنوتة ما أحلاها شو هيك شعرها كيلة صغير وعينها حلوين ووجهها بجنن وصرت عاكي معها زيك انها مش انا ابدا يعني اتعاملت معها على انها حدب بعيد تماما عني ومفصول تماما عن ذاتي حسيت انها اخر ذات اخرى من فصلة تماما عني فيها بيني وبينها وانا عوالم ناس واحدات وتراكمات وبلاد وسنين بعد ديك اللحظة عن جد اقدرت اشوف حالي مني بعيد اقدرت اقيم نفسي مني بعيد كيف لاني لما انطلعت عليها وشفت السعادة في عينيها والضحكة اللي فيت في وجهها صرت اقول انا هاي البنت الصغيرة بديها تكون هي بطلة نفسها لو انها قدامي هلا كيف ديها تتصرف هاي البنت الصغيرة لو اشوفها صبية وحلوة وناجحة مش ناجحة ممكن تكون مش ناجحة لأ كيف ديها تتصرف حسيت انه لما تكون غرقانة في بحر الطين لازم تزدزرع شجرتها جواتها وطول التوازن من ذاتها عشان هيك استعملت هاي الصورة تبعتي وأنا صغيرة خلفية لتليفوني اللي بتفرج عليه ألف مرة باليوم علشان اذكر حالي ألف مرة باليوم اني انا المسؤولة عنها ومش حتى انا مسؤولة عنها حسيت انه انا دي لازم احبها واحب حالي لأنه لو كان فيه سيارة بتحرك دوافعنا وأملنا في الحياة رح يكون توازننا وحبنا لذاتنا وسلامنا الداخلي هو البنزين تبعها في هديك اللحظة قررت اني أكسر الحلقة وأخلق أسلوب جديد في التعامل مع ذاتي أولا ومع غيري تانيا علشان هيك رسمت رسمت ونجحت ونجحت ودرست وتفوقت وعشان هيك أنا واقفة هون اليوم فكرت قدام مسؤوليتنا كتير كبيرة قدام الكل قدام ولادنا قدام الناس اللي عم بيعتبرونا قدوة قدام الناس اللي عم تطلع علينا وبتقول انه أنا هادي الإنسان عم بشوفها قدوة في حياتي أو هذا الإنسان هو نموذج لحياتي فكرت قدام مسؤوليتنا كبيرة وما بدي أكون في مطرحا بعيد إنتاج ما بدي أكون في مطرحا بكرر حد ما بدي أكون في مطرحا بكرر أسليب علاج وأسليب حياة وما أكتر الحلقات اللي إحنا لازم نكسرها ابتداء من الثنائيات اللي في مجتمعنا ولد بنت أسود أبيض حلقات كتيرة لازم نكسرها ونفكر فيها قبل ما ننطقها وقبل ما نتصرف على البناء عليها هاي الثنائيات مثل كمان الحلقات اللي إحنا لازم نكسرها مثل الأمثال الشعبية اللي في منها أمثال بنتعامل معها لأنها نصوص مقدسة وهي فعلاً أشياء بس بتحطمنا من جوها ليش بنتعامل مع هاي الأشياء ومنتعامل معها كحلول؟ أول شي لأنها مريحة موجودة أورادي بناش نشتغل بناش نفكر والمقلوف مريح والإشي المقلوف مريح بالنسبة لإلنا وأنا ومن خلال عيوني بشوف إنه كل إشي مريح مش منيح ليه؟ لأنه كان الأسهل علي إني أنا أضلني في بحر الطين وأقول عادي بدور على خشبة زي زي غيري وبستند على غيري مثل ما تعودنا إنه نسند على غيرنا نمسك إيد غيرنا استني إمك، استني أبوك، استني أخوك، استني مش عارفة مين لا أنا ما بدي أعيد أسلوب النجاة ولا بدي حد يمسك إيدي ولا بدي شي لو إناولني أي إشي أتوازن فيه وهذا الإشي كتير صعب بس الإشي الصعب عبارة عن مجهود يومي وبيده قتل حتى يصير تلقائي وعفوي وطالع مننا ومن ذاتنا وما بديه جهد لهيك لازم نوقف إعادة الإنتاج لأنه حاليا المنتوج ضعيف ولازم نفكر بطريقة نكسر فيها النمط الإنتاجي بكل المستويات خصوصاً الإنتاج الفكري تبعنا وشو عم نورط من فكر للي حولينا؟ شو عم نعطي أفكار لغيرنا؟ لأنه إحنا محتاجين منتوج قوي نحن محتاجين منتوج يقدر يتحدى الكون ويتحدى الطين اللي في الكون الطين اللي على هيئة البشر والطين اللي عم بغرق هدول البشر شكراً